شد وجذب متواصل بين طهران وواشنطن بشأن الاتفاق النووي منذ وصول الرئيس جو بايدن للحكم في الولايات المتحدة لكن الخلافة بين العاصمتين متشعب باتساع النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط وإذ تغيب فرص الدبلوماسية في التعاطي مع الملف النووي الإيراني يبدو التحرك على ملفات الانسحاب الأمريكي من العراق والعلاقات بين طهران والرياض أشبه بالنزاعات التكتيكية التي لا تظهر نتائجها سريعا قائد القيادة المركزية الأمريكية الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي قال إن إيران لا تزال تمثل التهديد الأكبر للنشاطات الخبيثة مشددا على أن قوات بلاده تتواجد في العراق لدعم قدراته في مواجهة الإرهاب ونعمل مع شركائنا لحماية التجارة العالمية في مضيق هرمز ماكينزي أكد أنهم نجحوا بردع إيران لكن كل الخيارات متاحة للتعامل معها بما فيها العمل العسكري مشيرا إلى أن إيران تستخدم ميليشياتها في العراق لاستفزاز قواتنا هناك وبالرغم من أن العراق هو من يحتضن جولات الحوار السري بين إيران والسعودية إلا أن التوقعات لا تزال متحفظة بشأن مستقبل الحوار بين طهران والرياض ومستواه وهناك مؤشرات توحي بصعوبة تقدمه أكثر ويرى حلفاء إيران في العراق أن واشنطن تماطل في سحب قواتها وأنها تبحث عن صيغ للإبقاء عليها رغم تقليص عددها إلى الحدود الدنيا على خلفية استهداف الفصائل المسلحة مواقع تمركز الخبراء والجنود الأمريكيين على الأرض تؤكد الوقائع أن الولايات المتحدة معنية فعلا بالحفاظ على وجودها في العراق بهدف عدم إخلاء الساحة بشكل كامل أمام إيران وفصائلها المسلحة خصوصاً وأن للجيش الأمريكي حضوراً في سوريا المجاورة بحاجة إلى إسناد من داخل العراق في إطار جهود قطع خط التواصل الحر الذي تعمل طهران على تأمينه ليربط الأراضي العراقية بالسورية فاللبنانية حيث تنشط في الساحات الثلاث جماعات مسلحة تابعة لإيران وتحتاج بشكل مستمر إلى إمدادها بالسلاح الإيراني ترجمة نانسي قنقر